أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح فيما تتخذه من إجراءات في كافة مراحل التعامل مع الفيروس بما في التعامل مع المتحور أوميكرون هذا ويتم التعامل مع المتحور الجديد وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لذلك وما نتج عنه الآن نسب قليل للدخول إلى المستشفى أو العناية المركزة ونوه الفريق الطبي بأن الوطيرة المتسارعة والكبيرة للحملة الوطنية للتطعيم دليل على الوعي المجتمعي بأهمية التطعيمات والجرعة المنشطة والذي أسهم بدوره إلى وصول مملكة البحرين إلى نسبة تطعيم عالية بلغت 83% حتى اليوم من إجمال المؤهلين لأخذ الجرعة المنشطة كما أشار الفريق الوطني إلى أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومواصلة أخذ التطعيمات والجرعات المنشطة حفاظا على صحة وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر